خرج مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال إتش آر ماكمستر ليضع النقاط على حروف العلاقة مع إيران في الشرق الأوسط ويفصل دورها في دول المنطقة ولسيما العراق وسوريا واليمن ولبنان دور لخصه الرجل بعين الأمريكي الحاضر في المنطقة بجملة مختصرة تقول أينما تحل الفتن ترى أياد إيران ولذا فأينما تحل المشاكل وتشتعل الفتن بين المجتمعات وتدور راح العنف المدمرة ترى أياد الحرس الثوري الإيراني وهي جملة تقبل الشرح الطويل من الأحداث والأمثلة بحسب ماكمستر نفسه وبداية كان الشرح عن الأزمة ما بين كردستان وبغداد والدور الإيراني فيها الذي لعب على التناقضات الكردية الكردية ليستغل الموقف ويفرض أجندته على حساب الأمن والاستقرار في العراق الدور الذي لعبته إيران هو أنها استغلت الانقسام داخل حكومة إقليم كردستان وداخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد وفاة الرئيس جلال طالباني ما فعله الإيرانيون هو محاولة الدفع بمصالحهم على حساب الأمن والاستقرار طويل المدى في العراق كما لعبوا دورا مهما غداة الاستفتاء داخل حكومة الإقليم واستخدموا هذه الانقسامات في تمرير مصالحهم حال ما كان ليكون بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي لو لا تغلغ لإيران في مؤسسات بغداد الرسمية واختراقها والتحكم في كل شاردة وواردة فيها واستغلال الميليشيات الموالية لها في الدفع بمصالح طهران في العراق والمنطقة على حساب البلد نفسه فقد أبلى الإيرانيون بلاء حسنا في التسلل إلى مؤسسات الدولة العراقية واختراقها فضلا عن إنشاء هذه الميليشيات لتعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية أعتقد أن ما ينوي الإيرانيون القيام به هو استخدام هذه الميليشيات عندما تحين الفرصة للدفع بمصالح إيران لم ينسى الجنرال الأمريكي الأذرع الإيراني في المنطقة معددا منها ميليشي حزب الله اللبناني ودورها في دعم نظام الأسد والحثيين في اليمن وميليشيات الحجد الشعبي معتبرا أنه من الخطر الإحجام عن مواجهة ميليشي الحزب في لبنان لكن كل ما أدل به مستشار الأمن القومي الأمريكي من مواقف مناهضة لأدوار إيران في العراق وبقية الدول العربية والتهديد بمواجهته يبقى بحسب البعض كلاما أمريكيا مكررا ولكن بدرجة أعلى من الصراحة والحدة في حين يذهب البعض إلى أبعد من ذلك ليعده وصفة للاستهلاك الداخلي والخارجي ويصفه بغير المترجم على الأرض فعليا اشتركوا في القناة